اشتركوا في القناة يتجدد بنا اللقاء في معركة وعي جديدة في برنامجكم بين السطور لا شك ان موضوع الليلة حيكون لقاء ريكزوس اللي دعا اليه المبعوث الاممي باتيلي والحقيقة اني وصلتني عشرات الرسائل تستفسر عن الامر وهنا كما وعدت كل من رسلني اضع الامر في بين السطور حتى تكون الصورة واضحة بداية طبعا لجنة خمسة زايد خمسة واللي للأسف احنا كنا معارضين فيها منذ البداية لاننا عارفينها هي توطئة لامور اخرى وكان رأينا من منذ البداية معاقبة المجرمين اولا الدنيا كلها وانا اليوم نحكي بصراحة واسعوا بالكم معاي وارجوا ان يفهم كلامي كما اريد لجنة خمسة زايد خمسة منذ البداية اهدافها مبهمة لان توحيد البلد نحن من يؤيده والمطالحة الوطنية نحن اهلها والصلح نحن اهله ولا يوجد عاقل في الدنيا يرفض الصلح ولا يرفض المصالحة ولا يوجد ليبي ابن ليبيا معجوم بتراب هذه الارض اباء واجدادة دفعوا الغالي والنفيس ورووا بدمائهم ترى ليبيا الحبيبة يراها مقسمة ويودا يراها مقسمة ومجزة قول واحد هذه النقطة الاولى النقطة الثانية اننا كنا على طول ضد الحروب 17 فبراير كانت ثورة سلمية ولكن الجدافي هو اللي يحولها الى مسلحة وباقي الحروب كنا دائما ضدها حتى نهايتها في البركان نا راقدين في بيوتنا لا بينا لعلينا وهذا بالهبود معانا من الالفين وسبعتاش كانت الصورة واضحة ووصلتنا الاخبار لكن للأسف هذا لي صار راقدين في بيوتنا جونا من الف كيلو متر ولا الف ومئتين بالجنجويد والفاقنر وا 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 ولكن الله رد كيدهم في نحر يعني ما فيش حدي يزايد علينا في المواضيع هذه ما يجينيش واحد تافه ولا واحدة تافه يقول لي مساعري حروب وكذا لا 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 بالعكس والله 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 وفي رمضان الكريم ورب يشاهدوا عالم كأن نلقوها بكرة طريض لبلاد وناكلوا علي قصعة واحدة والله الليبيين ما فيه يسهل منهم لكن هؤلاء المجرمين للأسف ما يبوش واللي وإحنا إدانا منا فينا هذا علشان ما فيش حدي يزايد لكن القصة لابد من الحق ولا بد من العدل ما ينفعش انك انت تدير جريمة وتعلن حرب وتجيب كل مرتزقة الدنيا تقتل وتدمر وتنتهك الحرومات وتقصف لخليت طيران لخليت هاون لخليت فاغنر لخليت جنجويد لخليت أطفال لخليت نساء لخليت كلية عسكرية لخليت مدنيين لخليت ميناء لخليت مطار لخليت وبعدين تجي تقول لحبال ساو طاحم في بير يفتح ربي لا وفوق منها يبقى يحكموا قال لي ما تخشش العقل قامس جاي بيقيت لك وجاك وطالع يعلم فيها على الهواء مباشرة والإعلام انتاعة كل ساعة يطلعوا غدوة خاشين جزيرة الفحم بعد غدوة جزيرة الفرناج الأمر محسوم راه ودخول ترابلس محسوم غير القصة في شوية تكتيكات بس المشيري تكتيك وبعدين جاي تبي تحكم كمان الزح شنية الخراف هذا في أي مكان يا سيد باتيلي انت في السنغال يا سيد باتيلي للأسفة لي من تكلمش فرنساوي وإلا كنت ونتكلم معاك فرنساوي نوصل لك وارجولي بالله يقطعوا لي المقطع هذا وترجموه لها بالفرنساوي سيد باتيلي هل في السنغال لو حدث هذا في السنغال كان الأمر يمر هكذا في أي مكان في العالم مش كلام محمود عبد العزيز ولا كلام التيار البركان ولا أهالي طرابلس ولا أهالي الشهداء هذا كلام تقارير الأمم المتحدة لانت مبعوثها تقارير أنا أتكلم من خلال تقارير الأمم المتحدة رواندا وبرندي أقاموا محكمة الحرب مجرمي الحرب في لهاي أقاموها علشان مجرمي الحرب في رواندا وبرندي ما بيجوك وحدين اللي يقروا نصف السطر بيقولوك نعم آخرها مفاوضات صحيح لكن مفاوضات قبل المفاوضات يجب أن نسلم المجرمين يجب القبض على المجرمين رواندا وبرندي معروفة المجرمين البوسنة والهرسك قاعدين ما زالوا جزء منهم في الحبس إلى الآن إلى بكرة إلى بعد بكرة مجازر أفريقيا الوسطى كذلك سميلي مكان واحد في العالم مكان واحد وأنا لن أخرج بعد ذلك في الإعلام مكان واحد في العالم قاموا فيه بجرائم حرب ثم جاءت الأمم المتحدة وأمريكا والغرب وكل هذه المنظومة لتنصيب هذا الذي اتهمته الأمم المتحدة بجرائم حرب علشان ينصبوه هو والأولاد اللي يحكموا البلاد سمولي تجربة وحدة أو نجيكم من الأخير فلاديمير فلاديميرفتش بوتين بوتين رئيس روسيا أسبوع الماضي محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة قبض عليه بوتين رئيس دولة عظمى اسمها روسيا الاتحادية تنية القطب أيام الحرب الباردة قال لاش درته في بوتين أمر قبض قالوا ماه قام بجرائم حرب ومن لي قام بها جرائم الحرب قالوا عصابات الفاغنر شني من لي قام بجرائم الحرب عصابات الفاغنر هي فاغنر واحدة ولا زوز قالوا لا واحدة بقى ولي قاموا بجرائم الحرب في قصب غشير وفي المشروع وفي عينزارة وفي وادي ربيع وفي حوش هينيه المتكلم كيف هادم فاغنر تانية ولا نفس الفاغنر قالوا لا نفس الفاغنر بقى لاش بوتين رئيس دولة منتخب ديروا تحت عشرة سطور رئيس دولة منتخب تحب تكره دا كموضوع تاني درتوا فيه ومحكم جنايات لاش باي حفتر نفس الفاغنر نفس جرائم الحرب لاش ما درتوش فيه حتى هو معاي معاي ولا تسمعوا فيا ولا علشان تشوفوا الدبل ستاندرد دا هنين علشان تشوفوا المؤامرة اللي حيكوا فيها لليبيا وانا هنا اوجه كلامي لرجالنا الاشاوس والابطال وبرك الله وفيهم على الكلام اللي قالوه نجيكم للكواليس الاجتماع حنجيكم بارك الله وفيهم اللي جمنه مش حد حقه بوتين رئيس دولة منتخب دولة عظمى قالوا لا حطوه في العقوبات وديرو لها محكمة الجنيه دايها وفاقنر ورئيس فاقنر وبريقوجين وقيادات وكذا باه يا جماعة هذي فاقنر اهوا لجابها اهوا اهوا لجابها تعرفوه قالوا لا هذا بنحطوه رئيس ليبيا نعم ايه قالوا هذا معلش عادي حتى يخش الانتخابات عادي رأوا شي يخليك تتجن رأوا يا ليبيين انتم مستوعبين المؤامرة ولا مش مستوعبين سيد السفير الامريكي المبعوث الامريكي رأوا الشعب الليبي واعي يا قياداتنا اخونا محمود برجب وغنيوة وكل الشباب اللي حضروا والجحاوي وكل القيادات والحداد كل القيادات بارك الله فيكم انا وصلني الكلام اللي قلتوه وحنقولوه لكن لازم تكونوا وعيين ولازم كلامكم يكون واتي كيف انت جايين من غادي جايك خيري التميمي مدير مكتب حفتر وجايك وولدخت شنس ماه هذا الفرجاني وجايك 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 وباتي لي طالع يقولك ما فيش قصاع حد قيرتعال جاي اذا كان في دابل ستاندرد قلولنا راح نير اطحنا بالقذافي واذا تبوا تتكلموا على ليبيا فاهلا وسهلا كيف انتم بتقاريركم انا اراني اتكلم من خلال تقارير الامم المتحدة في النهاية احنا الليبيين سنقعمزوا على طاولة وحدة لكن بدون مجرمين بدون قتلة بدون سفحين اللي قتل الليبيين واللي دمر ارزاقهم واللي شردهم رأي الحرب على طرابلس يا اخواني سنة وشهرين ولا سنة وثلاث شهور ما هيش سبوع ولا اثنين وبعدين تعالوا جاي اذا كانت تتكلموا على الفاغنر الفاغنر احنا ما ناش مسؤولين عليها ولانا مستعدين نطر قرصاص واحدة ضد هراو من الاخير ما هو السيناريوهات قاعد نتكلم عن السيناريوهات اذا كان انتم تقولوا الفاغنر يسلموا عليه من يعرفكم اللي جاب الفاغنر هو اللي يروح به يوم يوم جدت الفاغنر وانتم عندكم علم وترامب كلم حفتر تصل بيه كلمة قال لي خلص الموضوع في اسبوعين وانتم تتفرجوا وكان باستطاعتكم توقفوا الطائرات اللي تطلع من حميميم في سوريا وهذا مش كلامين ايه كلام تقارير الامم المتحدة قالت ان هناك طائرات عددها بالعدد تنزل تطلع من قاعدة حميميم وتنزل في مطار في مطار بنغازي وتحتوي بالبنلي وتنزل في الجفرة كنتم تقروا تمنعوها لا ما هو هذك الوقت عادي لكن بما ان اليوم فاغنر بمرتزق عددهم مئة ألف وفي بعض التقارير تقول انهم تجاوزوا المئة ألف في أوكرانيا آه الآن اصبحوا يشكلوا خطر لكن لما يهجموا لما يقصفوا في بيوتنا ويحرقوا فيهم ولما يقتلوا في أولادنا ولما يعدلوا في الهاون على تجمعات تبنائنا ومستشفياتنا الميدانية عادي جدا لما منظومات البانتسر بالعشرات توصل للمتمرد حفتر درتوا الحولة واليوم جايين تتكلموا عليه عليه تبون ان قاتلوا الفاغنر لا يا بابا ما عناش ولادي قاتل الفاغنر برا واللي جابهم هو ليطردهم وارجو ان الرسالة تكون واضحة اللي جاب الفاغنر هو لي لزهم قول واحد اما ليبيا بتحاولوها لمسك حمير وانتو معارفين ان اللي جاب الفاغنر بالك جبنا احنا بالك جاب عبد الحميد تبيبة بالك جابوها الشباب هدا بالعكس هديهم هم اللي قاتلوا الفاغنر اللي جاب الفاغنر خير التميمي وحفتر وصدام وخالد وبالقاسم وشنسماء هدا والدخت لأي ولا شنسماء الفرجاني ولا واليد ولا حميد ولا مانيش عارف النسماء والشلة الهرب كان هدي وهدي تقاريركم انتم مش تقارير نحمي هدي تقارير الام المتحدة اليوم اللي ولمص صنفوا فيهم انهم جنات وقتل اليوم تبوهم يكونوا جزء من المشهد وتبوهم يحكموا ليبيا يفتح ربي يفتح ربي قول واحد ليبيا وقلتها وسأعيدها وكررها حتى آخر نفس والله لن يحكم عفتر قول واحد وهنا نفتح جوس الكلام اللي سمعتوه من الشباب وهنا من داخل الجلسة وصلتني الاخبار قالوا لهم لا لحكم العسكر لا لمزدوجي جنسية نعم للانتخابات مفيش حكومة انتقالية اخرى هذا الكلام قال محمود برجب وقال غنيوة وقال فهين بالرندان وقال الحاجج حاوي وقال كل الشباب اللي حضروا في صوت واحد قالوا هذا الكلام طبعا ناضلهم فرجق عيم متع برسس هذا ديروا تحت عشرة خطوط متع برسس قال لهم الحفتر خط احمر تصوروا فرجق عيم تخيلوا قال لهم حفتر خط نفس الجو متع تذكرني ببوزي الدور ده في اجتماع القاهرة لما لما شي هو وعقيل حسن عقيل ودكتور عقيل والحاج عبد الرزاق العرادي المجموعة لو تذكروا اجتماع القاهرة اللي في ايام الثورة لما جيبوا زي الدور ده قال لهم كل شي الاخ القايد خط احمر ناقشوا اي انه مستعدين ناقشوا اي شي الا الاخ القايد فرجق عيم حتى هو قال لهم حفتر خط احمر انا نقول لكم في اللي موجود للأسف وطبعا دعوهم الاجتماع اخر في بنغازي يوم عشرين وانا هنا اسجل ملاحظة يوم عشرين رمضان ونقول لهم انا انصح بينكم ما تمشوش يا شباب انتم وصلتوا صوتكم بينتوا نيتكم مع ان احنا ضد هذا الاجتماع وبقوة وضد ان هؤلاء المجرمين يخشوا طرابلس الزاهرة اللي يولامس يقصفوا فيها قبل تحقيق العدالة لكن اللي خفف الوطع شوية الكلام اللي قلته لان بصراحة كنت موتي هجوم ناري على الجميع لان هؤلاء مجرمين قتل يا سيد بتيلي اذا كان هذا المحمود الورفلي اللي تصنفوا فيه مجرم ومطلوب لمحكمة الجنايات اللي جالس اللي جايب انت والله يشرف لي اني نذكر ايه عمر مراجع هذا والله شرف لي اني نذكر اي نعم محمود عبد العزيز بن ميلاد شرف لي كي عمر مراجع اني يذكرك هذا لما قتل محمود الورفلي القاتل دار نعي ليه ارهابي للأسف يا سيد باتيلي انتم ما يهمكم لاني نعم متأكد لو كان الوضع في السنغال رأوا كان الوضع غير لكن سبحان الله قدش منتكلمه كوبلر وين اللي باع الموضوع وبرناندين وليون في السخيرات هل مازال تسمحوا فيها سميم نفس الشي باتيلي هذا جاي يحقق في اهداف دول اخرى ومصالح دول اخرى وإلا ما كان يأتي بهؤلاء المجرمين الى طرابلس وما كان يتكلم بهذا الكلام ترعطوني الفيديو الول يا شباب اذا جميع انتثبي طارق المعزل فنالعقيد عنهم عجل جديد امر اللواء وضباط لوطاء وضباط الصف والجمود باسمهم جميع نال المقدم محمود الورفلي الذي هو فتحه المنية مساه اليوم فنأتي الغدر الخفية المندسة وأن على ذلك لمحزنون إن لله وأن يراجلون بصد الله انتقبل براحمة وهي هماخ ودوية الصبر والسلوان كيف استعمد مكامل بكامل يا سبري السلم هالي مكامل من الامنيات يعني هذي رسالة للسيد باتيلي اما بالنسبة لي هذا ما يعني شي والله للأسف وقت اخبر اللي خليني نطلع صورته وصوته في التناصح الله غالب ما وقلنا الله غالب كان الايام ستة والله العظيم هذا من رعيه حتى راعي عندي من راعيه لكن الله غالب يا سيد باتيلي هذا عمر مر راجع انت والامريكان والفرنسيس واللي معاك اللي جاي بيننا تخيلوا اليوم لو أنا نشكر فلاديمير بوتين ولا نقول في قصيدة مدح غدوة يوقفوني في كل المطارات الأوروبية ويبهدلوني ويديروا فيها العباتري كلها لكن ليش لأن مطلوب لي محكمة الجنايات الدولية يا راجع رأو شي شي خليك شي شي جن رأي المؤامرة يا لبيين على كل الصعد يا سيد باتيلي جرائم هؤلاء وانا هنا اذكر كل من كان في استقبالهم وكنت اتمنى ان يضعوا شاشات كبيرة في وسط طرابلس اثناء الجولة اللي قاموا بها حتى يعرضوا بعض المشاهد ومن هذه المشاهد يا سيد باتيلي واتمنى ليعرف الايميل امتاع اليوم يرسل كل هذه المقاطع هو السفارة الامريكية هذا الفيديو اعطوني الفيديو التالت يا شباب طرابلس سابعة وصينا سبعة عزبي الله ولا من أقيل عزبي الله ولا من أقيل معلقونا كلوبا معلقونا كلوبا هل من مجيب؟ مانيش عارف يعني طبعاً ميحس النار إلا ليعافسها بتيلي هذا الطفل لا يعني له شيء السفير الأمريكي والطاقة الممتعة لا يعني له شيء والله العظيم لا يعني لهم شيء وأنا أقسمه بالله في رمضان الكريم هذا ميحسوشي الأهل اللي هم إحناه حرقوا قلوبنا الله يحرق من لي حرق قلبه هذا الطفل حرق قلبه خيري التميمي وعمره مراجع وصدام حفتر وحفتر الكبير الكبير الشياطين وبالقاسم وخالد اللي اليوم تبوهم يحكموا ليبيا يا أنجاس من اللي حرق قلب هذا الطفل لما يقول حرقوا قلوبنا الله يحرقوا قلوبهم دي شنس ما فيتا هذا والدخط حفتر اللي جاي من غادي ومراجع الإعمامي وخيري التميمي والفيا هذي كلها ما هي الإجابة اللي جهزناها لهذا الطفل يا سيد عبدالله بتيلي ويا سيد سعادة السفير الأمريكي وإلا هؤلاء ما يعنوا لك شيء أم تظن أننا نسينا ولا تظن هذه الجلسات وهؤلاء المخابش اللي يعفسوا في العيش تحسبوا بين السونة ولا ولا تحسبوا بعض النشاطات اللي في الفيس اللي الصلح ما الصلح لن يكون صلح قبل أن نجيب على هذا الطفل ونعاقب من أبكاه هذه هي العدالة هكذا تقام الدول يا راجل ترامب أيها السفير الأمريكي ترامب رئيس أمريكا لأن تبوا تحاكموه عليه أمور كذا ونحن دولة العدالة ودولة القانون تقولون في أمريكا أما هذه الدموع وهؤلاء الجثث فلا أعطوني يا شباب أعطوني الفيديو الرابع يسمع السفير الأمريكي ويسمع عبدالله بتيلي ويسمع كل من يريد أن يقفز على العدالة الانتقالية ويريد أن ينصب المجرمين حكاما لليبيا لا إلهي لله أشهد أن لا إلهي لله الله أكبر أحب يا الله لا أكبر لا أكبر لا أكبر لا أكبر لا أكبر أحب رأيكي سارج شوف جتها وقوحة أشبح الدم أشبح الدم أشبح الدم أعطوني فضلوا تريدون تريدون أن تنصبوا الذين قتلوا هؤلاء والذين مثلوا بجذتهم حكاما لليبيا وقاعدين تديروا في الاجتماعات من أجل فاغنر فاغنر أنتم اللي جبتوها وأنتم اللي تحملوا مسؤوليتها لن نقاتل فاغنر نحن لن نقاتل فاغنر اللي جابها هو اللي يتحمل مسؤوليتها وزير الخارجية لفروف قال إحنا جينا بناء على طلب من مجلس النواق والعقد موقع حفتر نتاع فاغنر تبقوا نحن نقاتلوا فاغنر وبعدين حفتر وأولادها يحكموا ليبيا ما زال والله والله بعد هذا الهوان ما فيه والله يا شعب ليبيا بعد هذا الهوان ما فيه تخيلوا اللي جاب اللي جاب فاغنر قالوا آه هذا خطر على ليبيا وافريقيا به شني قالوا خلاص اللي جاب انتم تعالوا يا يا يهل مغرب تعال يا محمود حمزة تعال يا غنيوة تعال يا ليوال حداد تعالوا يا قيادات المنطقة الغربية تعالوا انتم قاتلوا فاغنر لأنكم انتم رجال شاوس وأشداء وداروا مسرحية توحيد المؤسسة العسكرية بقى بعدين قالوا خلاص بعد ما تطلعوا فاغنر تود ديروا انتخابات وحفتر وأولاد حفتر يخشوا وعادي عسكري عادي مزدوج الجنسية المهم يخش حفتر ولا أولادها عمركم شفتوا عبرج وعبية تيريكتر من هكي هذا بالضبط في كلمتين طبعا في الأثناء تفتيت المنطقة الغربية تقطيع أوصال المنطقة الغربية لأن مدام واحدة واحدة حفتر ما عنداش عمل في حكوم ليبيا أبدا يعني كل شيء بالفقش ورزقي على الله وقاطع الرأس خالقة الله عز وجل هو اللي خلقني هو اللي متكفل برزقي وبيوم ما ماتي ويوم ما حياي قول واحد لكن لن أسكت على الظلم تقاريركم أنتم يا أمم المتحدة يا سيد عبدالله باتيلي ولا تقدفوا تلحسوا ولا التقارير طلعاها لإدانة فلاديمير بوتين ولإدانة مجرمي الحرب في رواندا وبورندي ولإدانة مجرمي الحرب في صربيا ولإدانة مجرمي الحرب في أمريكا اللاتينية لكن مدام الموضوع متعلق بليبيا عادي 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 سيف يدهور وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية ويتقدم الانتخابات حفتر ومجرمي وكذا وممكن أو قالك المجلس القضاء الأعلى بيعفو عن المجرمين ومنزيدكم إن الشعر بيت في مجرمين مطلوبين نحهم من قائمة المطلوبين يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش أين عم منهم صغار حفتر وحفتر اللي مطلوبين لدى النايب العام والمدعي العام وا 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 نحهم شن عندك يا دكتور محمود تاني مازال عندي اللي وضع الألغام في بيوت الناس عطوني الفيديو الخمس هدي جرائم حرب يا سيد عبد الله بتيلي تفضل هل تحضروا الناس من دينة؟ لا يشغل هشوش من دينة محمود ومحمود ومحمود ترونة خطح أحمد شوه با؟ ترونة 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 دي حاس يا شناس من دينة فيه ملغام مقصرين تعال جرائب أمنا هناك شوه العاسي يا فباكي شوه يا سعادة السفير الأمريكي السيد نورلند ويا سعادة عبد الله بتيلي هذه جرائم حرب أمنا تفخيخ بيوت المدنيين قصة معمره بس هذه معروفة الخضر وتحالفهم مع هفتر هذا موضوع تونجوه مازال لكن اليوم هذه جرائم حرب ولا ليست جرائم حرب تفخيخ بيوت الأمينين المدنيين حسب ميثاق الأمم المتحدة وحسب بروتوكول محكمة لهاي تقارير الأمم المتحدة تجيب أنها جرائم حرب من قام بها يا سيد عبد الله بتيلي قاعد ترفس معهم في البازين وتساوي بين الجلاد والضحية تساوي بين الجلاد والضحية للأسف أعطوني الفيديو رقم 12 يا شباب تقارير الأمم المتحدة أخصي طبعا الموضوع صار من يوم 2 و1 تقريبا قبل المغرب شوية تصل الشيباني أختي 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 طبعا صاحبة الأفاندي الخطية قال لهم أنهم بلقهم قالهم لازم يجيو تطلعوني باعتبار أن الجلاد لازم تطلع فلما خشوا صارت عليهم الرماية قبل ما يرسل الشيب وهذا اللي صار من يوم 2 و1 لعن تقريبا أختي عادة في سيارس هيا والناس اللي معها ما علاني بأننا معها مرة ثانية بي أحماسها ويعني بأمانة هذه أختي هذه أختي لي في تواعنكم في الشاشة هذه هي أختي وبينها عليكم الناج الجميع منظمات الحقوق الإنسانية إن هم طلعوا لنا الهلال الأحمر حاوض وما قدروش يعني كده مرة يخشوا وبتصير فيهم إصابات يعني والله أعلم رسالة سيدة حنان لجميع المسؤولين ولجميع من يكون لربما يكون في الاستماع بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم والله بس بالله عليكم إحنا أميتنا إحنا نقب روحة ترتاح أمني يعني إنما تتهكم إذا نسيتوا هذا الفيديو إحنا ما ننسيناه شي يا ناس هذه تبكي مش علشان تنقذ أختها علشان تدفن جتة أختها مش قادرين يوصلوا فيها حنان البيكلو هذه إحنا ما ننسوهاش إذا كان انتم تنسوا يا سيد التميمي والفرجاني والشلة الهرتكيك اللي جاي من مكتب حفتر والنظوري والشلة هادي إحنا ما ننسوهش إذا كان الأمم المتحدة ما يهمهاش لا إحنا يهمنا يا أمم المتحدة وإحنا ما ناش طالبين شيء إحنا طالبين العدالة فقط إحنا طالبين معاقبة المجرمين فقط يا أخواني أنا نقلب في النت فلقيت لقيت مصالح اجتماعية بين صعيد تقريبا الصعيدات والشواهدة الشواهدة طبعا مصراتها من سكان المنطقة الشرقية قضية قتل لها سبع سنين الناس طالبين العدالة داروا دخلوا واسطاتوا دخلوا كده إحنا للأسف حتى كلمة آسفين ما قالوا هاش كلمة آسفين ما قالوا هاش كلمة سامحونا يا أولاد ما غلطنا فيكم ما قالوا هاش مهجري بن غازي يا سيد عبد الله باتيلي اللي جاي تصرصر فيهم في جنبك وانتم يا جماعة يا جماعة خمسة زايد خمسة والأمم المتحدة والهرتكيك هذا كلها اللي جايين تصرصروا فيهم في جنبكم مهجري بن غازي اللي قاعدين مساكين مفارقين أرزاقهم ومفارقين اللي الآن أرزاقهم تباع على النت العلماء والمشايخ اللي اليوم عاشر رمضان ولا تاسع رمضان يصيموا برا بيوتهم كيف الرأي فيهم مهجري درنم مهجري البيضة ومهجري جدابية غير انتم تبوا كله علشان الفاقنر تلمنوا في الموضوع أنا أعيد وأكرر الفاقنر اللي جابها يطلحها احنا ما جبناهاش رسول الله بيننا وبينهم احنا لما جوت قاتلنا احنا وياهم وجوتهم قاعدة في التلاجات الله لا تردهم ان شاء الله الفاقنر جابوهم مش يقتلونا اليوم انتم عندكم قضية بعدو كرانيا لا يفتح ربي الفاقنر ولامس درتوا الحولة علشان يخشوا طرابلس ويساعدوا حفتر انه يوصل لميدان الشهداء عادي لكن اليوم اصبح لكم كابوس فاقنر بروا حلوا معاهم مشكلتكم وابعيد عن ليبيا متحلوهاش في ليبيا واضح يا سيد باتيلي ولا وانتم جمعتنا فهمكم مفيش دقيق ردوا بقوة والعالم لا يحترم اللي القوي ردوا بقوة وما تجرسوش مع المجرمين ولا بد ان تشكل محاكم خاصة لمحاكمة هؤلاء المجرمين واذا كان كلامي في غلط ولا اذا كان الفيديوهات هذه ينام دايرها واذا كان العالم مهوش قايم واضربتلكم بعدة امتي لتفضلوا قولوا لي انت غلط بالك احنا لي جبنا الفاقنر وحنا ما نندروش بالك احنا لي الميك تسعة وعشرين جبناها وحطيناها في الجفرة وحنا ما نندروش بالك الطائرات تطلع من قاعدة حميميم الياك تيو مية واربعة وخمسين الياك كاس اربعين واثنين واربعين والطائرات هذي كلها بالك الالغام هذي الصناع اللي لغموا بها جنوب طرابلس بالك احنا لي مدايرينا وحنا ما نندروش وين قصف الكلية العسكرية يا شباب اعطوني قصف الكلية العسكرية يا شباب هاي تفضلوا بالك حتى هذه انساها السيد باتيلي ولا ما هيش مجرم حرب صوتي على الهواء ولا يا شباب ها بالك هذا الفيديو عاودوا يا شباب الناس ما تشوفش رأي في الصورة هذا قصف الكلية العسكرية صنفت جريمة حرب بالك هذي احنا اللي قصفناه بالك محمود برجب ولا غنيوة ولا شباب البركان ولا صلاح بادي حتى هي دارها العملة هذي قلوا لي بالك هالقصف هذا هذا مصنف جريمة حرب طالبا يتدربوا ولا تبعونا نمسوا دماء هؤلاء الشباب جايين تعفسوا في البازين في البازين عمرا العفاء رأى عفاس البازين عمرا محل المشاكل رأى ولا تحسابه كان عفاسته بازين بالك مفهمين انه غلط عبدالله باتيلي والسفيل الامريكي قال لهم الليبين كان عفاس البازين يتنازلوا على دماغهم والله يبالك المسربيل هم اسئلة ايجابة غلط مش على اسئلة الحقيقية شنه الحكاية اعطوني يا شباب اعطوني الفيديو العاشر تره خلي نشوفوا جرائم الحرب فضلوا هذا القصف على احياء بوسليم فضلوا على احياء مدنيين سيارات مدنيين فضلوا هذا من اللي قام به قام به عمر مراجع وقام به صدام حفتر وقام به خير التميمي وقام به شن اسمه هذا الفرجاني وقام به كلهم اللي اليوم جايين ينفسوا في البازين هذا الطبو حطولنا يا شباب بقية الفيديوهات تفضلوا هذا هذا اللغة بتفجل يا خي اي جيجة توصل الاسعاف خلاسع فوق تفضلوا هذا اللي تسوق تفضلوا تفضلوا اي جيجة توفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبد عدوك أشيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر في الشوجة بتريس هذه مكبرة تراردوني الفيديو الأول يا شباب اللي يقصفوا فيه في طرابلس أي هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ريتهم هادهم يكبروا ريتا في كبد عدوك يا شايب يقصد حفتر باي كيف إحنا يتوى هادا بلك جاي معاهم حتى هادا يعفز في البازينو المنظر الشين هادا هي بالجودة بالتريس كليتا لقموك شفشي يا شفش ولا تبونا ننسوه هذا كله آه والله يجوز جماعة قالوا يا جماعة إحنا غالطين ويجب نقدم المسؤولين للمحاكمة على هذه الجرائم إيه هذا كل وقت نقعمزوا حتى عليه بريوش نمشوا للحاج فتحي يجيب لنا بيمانا ومحش يشدهم البريوش يسمعوا بيه نقعمزوا ناخدوا بريوش آه وناخدوا فروبيه بالتمر والألواز ونناقشوا مدام المجرمين تسلموا أما انت المجرمين جاي تبت تنصبهم لحكام وديلي في قانون انتخابات آه ما فيش كده وبعدين يطلع عبدالله باتيل يقول يجب أن لا يقصى أحد لا هلبك هذ هم فيديوهات احنا ارانا مدينينهم في سيديات ومحتفظين بهم لأولادنا لأن بيوتنا دمرت وأولادنا استشهدوا ولنا الفخر لأن أولادنا استشهدوا دفاعاً عن العرض والشرف نحن أولادنا استشهدوا في البركان هؤلاء تاج فوق رؤوسنا لأنهم يدافعوا ممشوش ممشوش لحد قاعدين في بيوتهم ناضوا هبود وجنجاويد وفاقنر جايين بيحتلهم ووقفوا ووقف التريس اللي عايش منهم هم موجودين ربي يطول أعمارهم والجرحى ربي عفهم والشهداء عند ربهم يرزقون ولله الحمد وأسأل الله في هذه الليالي المباركة أن يجمعن بهم في جنات النعيم لكن يا سيد عبد الله بتيلي أنت واللي معاك والسفير الأمريكي والرب الهرتكيك هذا كله جايين تظنوا أن عفاسين بزين بيتمشوا الأمر لا يفتح ربي يفتح ربي وأنا نقول لكل الإخوة إياكم أنا عارف أن قالوا لكم يوم عشرين خير التميمي هذا مدير مكتب حفتر هو اللي معاه قالوا لكم يوم عشرين جو لبنغازي لا ما عندناش ماشية لبنغازي لين نصافوا مجرمي الحرب يجب أن يقدموا ويجب يجب إقامة العدالة الانتقالية ويجب أن ينسوا أنهم يقدموا الانتخابات بل يجب القبض عليهم هذا كان تب ليبيا يصير منها والله لن تبنى لن يبنى الملك إلا على العدل وما هذه دماء والدم يجرب الدماء ما هي السهلة الدماء ما هي السهلة الدماء ما هي السهلة تجتمعوا في ريكزز تجتمعوا في كده ردوا بالكم ردوا بالكم أهالي الشهداء ما همش مفوضينكم يا شباب سيادة اللواء الحداد وكل من يخوض في هذا الأمر الناس اللي دمرت بيوتها مراش مفوضينكم سيد عبدالله ابا تيلي ربيني وبينك رسول الله انت والسفيل الأمريكي وكل الشلاء دي نحن هي مراش مفوضينكم أهالي الشهداء والزوجات الشهداء مراش مفوضينكم مازال عندي غير الشباب يقولوا لي الوقت تم إياكم المجرمين يقدموا للعدالة والانتخابات واضحة تأمين انتخابات لا تأمين انتخابات المجرم عمره ما يؤمن انتخابات يزور انتخابات نعم شني المرض هذا يا راجل نبو نمشي خطوة المامة تردونا عشرة الفاغنر اللي جابها يطلحها ما عندناش يجب ان صوتنا يعلم ما عندناش مسؤولية الفاغنر اللي جابها يطلحها وردوا بالكم قلت لكم اشوفوا الخمسة زاية خمسة كيف بدتوا وين وصلنا يخشوا برجيك لين وصلوا للريكزوس ارعوا روحكم معاش تزيدوا خطوة الجدام اللهم قد بلغت اللهم فاشهد السبوع اللي خير اشتركوا في القناة واقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة